كشف المؤتمر الثاني للطب التلطيفي الذي يستمر ثلاثة ايام انه يوجد في الكويت نحو الفي مريض جديد مصاب بالسرطان منهم نحو الف واثنين وعشرين مريضا كويتيا وان عدد المستفيدين من خدمة الرعاية التلطيفية بلغ مائتين وتسعة عشر مريضا منذ بدء استقبال المركزي الحالات في ديسمبر عام الفين وعشرة اكد وزير الصحة علي العبيدي ان لدى الكويت اكبر مركز للرعاية التلطيفية في العالم مبينا ان ذلك يعكس اهتمام الدولة بالرعاية التلطيفية وتفهمها لحاجات المرضى في هذا المجال تصريحات العبيدي جاءت في كلمة القاها نيابة عنه وكيل وزارة الصحة المساعد لشؤون الادوية والاجهزة الطبية الدكتور عمر السيد خلال افتتاح المؤتمر الثاني للطب التلطيفي تحت شعار الطب التلطيفية نظرة مستقبلية ان الطب التلطيفي اصبح يشكل رافدا هاما في مجال علاج الامراض المزمنة وان مؤتمر الطب التلطيفي هذا يعقد في فترة هامة كون ان اجتماعات منظمة الصحة العالمية القادمة سوف تناقش اهمية الطب التلطيفي وتطوراته لقد كانت وزارة الصحة في دولة الكويت سباقة حيث قامت منذ ثلاث سنوات ببناء اكبر مركز للرعاية التلطيفية للمرضى في المنطقة بسعة سريرية تصل لعدد 93 سرير وهذا يعكس اهتمام الدولة بالرعاية التلطيفية لمرضاها وايضا استكمالا للمجالات الطبية الاخرى في منظومة الرعاية الصحية الشاملة في الدولة من جهتي قال رئيس رابطة الطب التلطيفي واستشاري الاورام الدكتور خالد الصالح ان الرعاية التلطيفية لسيما لمرضى السرطان تأخذ ابعاد مهمة في العالم لافتان الا ان مستشفى مايو كلينك في الولايات المتحدة تؤكد ان ادخال الرعاية التلطيفية مع مرضى السرطان يحسن من نوعية حياتهم بل ان جميع دول العالم توحدت واتفقت في عام 2009 على ان تجعل الامراض المزمنة هدفا استراتيجيا لدول العالم وبالتالي اصبحت الامراض المزمنة هي الامراض المستقبل وعلاج الطب التلطيفي ايضا هو علاج المستقبل اصبح الانسان يشتكي من الاعراض التي لا يعرف سببها فتدخل الطب التلطيفي اليوم ليكافح الاعراض ويكافح الاعراض ويعطي نوعية حياة جديدة وطيبة المؤتمر الذي يستمر ثلاثة ايام يشارك فيه 16 استشاريا من خارج دولة الكويت اضافة الى استشاريين من الكويت كما انه سيناقش ايضا الرعاية النفسية والروحية واخلاقيات التعامل في مجال الرعاية التلطيفية اشتركوا في القناة